السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي مرحبا بكم في القناة خبر جد محزن اه كتنصره الاخت خادجة على الزوج جيلا هشام الله يشفيه ويشفيه جميع المسلمين يا ربي اه صراحة خادجة اه لاغبرات اصلا ما تقبلوش عاديني كيفاش ان خادجة مسكينا عادة اه كيفاش غادير مع الحالة هذي اللي وصليها الزوج جيالها اه ربي كبير اخوتي هنتم ما كتقول اخت خادجة كتقول السلام عليكم اخوت شكرا بزاف على رسائلكم الناس كلهم لي كيسولوا على هشام الله رحم لكم الوالدين راكم في القلب العائلة كتقولي هشام الحمد لله على كل حال ايمان ويقين بالله في الله اه قبل من اي حاجة هاد شي اه مساعده في انه يكون اصبار للدرجة كبيرة طبق الله ما شاء الله غير هو ما بقاش كيمشي هاد شي زاد الزمله النفسية دياله فاش عارفو ان شاء الله هي بده الترويد يقولي بخير بالنسبة للمرض باقي ما بداش العلاج حيث عنده بزاف ديال الميكروبات المانعة البلاكيت كل شي هابط ولكن ربي كبير انا اه ما تخافوش عليا من كل قلبي وربي اللي عالم بيا دابا انا كنقول لكم هشام غايب اللي بخير ما تهزوش الهم فقط الدعاء الله يجلز لكم بالخير لهشام والجميع المرضى المسلمين وسمحوا لي على هاد الغيبة ما زال غايجي الوقت غنقلسوا انا انتوما وهشام ونعود لكم على هاد الشي كامل اللي ورقها دابا غراني ما كنتحركش من حداه الحمد لله سمحوا لي انبقاء معا الحمد لله انا ويا غانا رجعوني مش يوم جديد خطوة خطوة انا وياه وربي من فوقنا ملكنا الحبيب معنا ودعوتكم معنا غادي انتغلبوا على السرطان انا كل يقيم في الله عقلوا على هاد احساس اللي عندي عاش المالك محمد السادس نصره الله بغيت ربي يحفظك لينا العزيز الغالي كما شفتو الخبر المؤلم انه هشام ما بقاش كيتمشى وبوش انه يضير ترويد خاصه استرجاع الصحة ديالو لانه الترويد صعيب الترويد راه خاصه الصحة لا يشافه يا ربي والله يكون معاه بصراحة صعيبة والله اللي حسنا عموان المسكين ما تقبلش انه في السمع الطبيب انه وقال لي انه ما تقدرش وباقي يتمشى هنا يبقى في كرسي متحرك هنا يبقى مقعد ولكن الحمد لله ان شاء الله يقول لي بيخرج على خير ويد الترويد وخديجة معاه وخديجة عموان المرات تخلى عليه وانعمى الزوجة وانعمى الانسانة اللي كتحس بالزوج ديالها اللي معاه دائما في كل وقت وشو نقول لكم دعوه مع اخوتي ما تبخلوش علي بدعاء لكم الله يشافه وشافه جميع المرضى يا اخوتي صراحة والله العظيم اللي خديجة بقات فينا بزاف الله يكون معها والله يكون مع الاخ هشام الله يسهل عليه مصعب يرضي